ربما يبدو هذا السؤال مكررا لكنه لم يجد إجابة حتى اليوم لذا خرجت أمهات المخفيين قصرا هذه المرة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر علهن يجدنا من يطلعهن فقط على أحوال أبنائهن للإطمئنان عليهم مطالب نحن نشي شفعيين نحن نطمان عليهم إنهم حيانهم ميتين نهم جارين كيف أصلا تقول الأمهات أيضا بأنهن تعرضنا للاعتداء في آخر وقفة لهن أمام مقر التحالف من قبل شرطة نسائية عند المطالبة بالكشف عن مصير المخفيين والسماح بالزيارة والحصول على كافة حقوق السجين من إجراءات قانونية لكن السلطات وكما يقل ما تزال تصم آذانها في ظل عودة خجولة لنشاط الدوائر القضائية في العاصمة المؤقتة رابطة أسر المعتقلين والمخفيين في عدن لجأت لتنفيذ وقفة احتجاجية هي الأولى أمام جهة غير حكومية أو عسكرية تركزت مطالبها حول الكشف عن مكان المعتقلين وحالتهم والسماح بالزيارة بالإضافة إلى حق المعتقلين في المثول أمام محاكمة عادلة وإنهاء الاحتجاز غير الخضع لأي إجراءات قانونية طرقت هذه الأسر كافة الأبواب المعنية للكشف عن مصير أبنائها المعتقلين من جهات حكومية وأمنية وعسكرية ولأن عدم الاستجابة هي الإجابة منذ عامين أتت هذه الوقفة أمام مقر اللجنة الدولية لصليب الأحمر اشتركوا في القناة